ينضم إلي في هذا الحوار دكتور رضا العوكة لوزير الصحة السابق ينضم إلينا من بنغازي ومن الجزائر ينضم إلينا سيد أحمد ميزاب الباحث والمحلل السياسي أهلا بكما معي في هذا الحوار أبدأ من بنغازي ودكتور رضا الحكومة الجزائرية أعطت ضوء الأخضر لفتح معبر الدب داب مرة أخرى الحدودي مع ليبيا برأيك هل الأوضاع الآن الأمنية بالتحديد تدعم هذه الخطوة؟ مما لا شك فيه أن الوضع الأمني في ليبيا الآن وخاصة في الشرق والغرب يحبط ويدعم هذه الخطوة المهمة جدا بالنسبة للمواطنين من كل الطرفين التبادل التجاري بين البلدين شيء مهم وشيء مهم جدا خاصة في المناطق المجاورة للحدود وعليه الحمد لله ممكن أن نؤكد الآن أن الوضع الأمني في ليبيا أصبح أحسن بكثير مما كان عليه في عام 2014 حين تم إغلاق هذا المعبر السابق ترجمة نانسي قنقر